السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب كلكم تكونوا بخير هنعمل مع بعض النهاردة أسرع حالة ممكن تعمليه في رمضان سهل وسريع وكمان خفيف وتغيير عن الحلويات التقليدية وهي السامبوسة الحلوة بالجبنة والمكسرات وكمان مقدرها متوفرة وسهلة أول حاجة محتاجينها شرائح السامبوسة أي حجم أنت بتحبيه وطبعا أي ماركة أو نوع أنت بتحبيه لسوق بقى دلوقتي مليان تاني حاجة عايزين جبنة فيه الممكن مسلسات أو المربعات أو أي جبنة كريمي عندك يعني المهم تكون جبنة مناسبة للحلويات وكمان أنا هستخدم هنا عين الجمل أو الجوز وانت لو بتحبي تستبدليه بأي نوع مكسرات تاني عندك بتحبيها وطبعا هحمصه وحطه في السامبوسة هنا عاملة المزيج ده ما بين ديق ومية علشان أقفل بيل السامبوسة ما تفتحش معاي في الزيت وآخر حاجة محتاجيها الشيرة أو الشربات طبعا ده متوفر عندنا على طون في رمضان عشان حلوية رمضان أول حاجة بقى هنبتدي هنا بيها اني هحمص الجوز هحطه في طاصة على النار الطاصة تكون ناشفة ما فيهش الزيت ولا سامنة ولا أي حاجة وتحطيه على النار على النار كده متوسطة وتوقتي تقلبي فيه لغاية بس ما تشمي ريحته يبقى كده جاهز وتحمص يخلي باقيك لا يتحرق منك بس يعني موضوع سهل وبعدين بقى نشوف هنبتدي نعمل ازاي السامبوسة انا هنا هبتدي بقى ألف السامبوسة معاكم انا هنا مغطيها بالنيلون ده لشان ما تنشافش هاخد بقى كده واحدة ونبتدي نشتغل فيها هغطيه برضو تاني عشان ما تنشافش هاخد بقى حتة جبنة حتة كده صغيرة وحسب طبعا حجم الشرايحة اللي عندك وحط شوية جوز معيها انا الجوز ده فرمته زي ما جروش كده مش نعم قوي فرمته بالسكينة على الكاتنج بورد لو انت تحبيه في الفوت بروستيسور بس انا مقدش عايزة نعم قوي عايزة قطعة كده نحس بياه انا بناكلها هحط شوية كده ولفها بقى اللفة العادية بتاعت السامبوسة في ناس بتلف السامبوسة دي على ايدها بس انا بحيث انها على طبق بتبقى اسهل كده خلاص ممكن تدخلي الطرف ده يكون جوه المسلس بحيث ما يكونش باين يعني بالشكل ده او ممكن بقى تلزقيها كده عادي تخليها برة تلزقيها بالخليط ده هتخليها ان شاء الله تقفل وما تفتحش معاك بالزيت انت ممكن تستخدمي فرشة او صباع كده يعني حاجة بسيطة بس تقفلي بيها تضمني انها ما تفتحش معاك والجبنة تطلع في الزيت كده خلاص اول واحدة هعمل واحدة تانية معاكم اخذ واحدة برضو كده ولفها انا انا هعمل دي سيدة مش هحط فيها مكسرات لكن اللي بتبقى فيها مكسرات الصراحة بتبقى احلى تبقى طعمها احلى مع الجبنة بتعدل كده طعمها شوية بس طبعا حسب زوئك ممكن بتحطي فوز دق تحطي لوز تحطي اه سوداني يعني اي بقى مكسرات انت بتحبيها وبرضو هقفلها كده كده خلاص اه هكمل بقى لف بقية القطع وطبعا لو هتعملي كمية برضو وتغطي الكمية اللي بتعمليها عشان ما تنشفش على ما تخلصي انا هحضر بقى زيت عندي هنا زيت غزير متوسط الحرارة هحط فيه كمية مش كبيرة اوه عشان اقدر اتباعها وتتحرقش لغد بس ما تاخد لون ده بحلو وطلعها على طول ونقدمها ان شاء الله انا طلعت السامبوسة بتاعتي من الزيت وصفتها وبعدين حطيت عليها اللشيرة او الشربات واحطت كمان جنبها شوية شربات للي حب يزود يا رب الوصفة تعجبك وتجربيها وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات وان شاء الله شافكم فيديو تاني ويريت ما تنسونيش من لايك ومن تعليق كمان حلو منكم وكل سنة وانتو طيبين وبالفة هنا وشفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته